تشكيك دولي في الجهود اليمنية لاحتواء فيروس كورونا في ظل تقديرات محتملة لمنظمة الصحة العالمية بوصول عدد الوفيات إلى المئات والإصابات إلى الآلاف الصحة العالمية وعلى لسان مدير قسم الطوارئ الإقليمي فيها أكدت وجود نقص كبير في التقدير المحلي لتفشي الوباء وهو ما قد يعيق الجهود الدولية المبذولة لإدخال الإمدادات لليمن التي تعاني من نقص في تمويل البرامج الصحية تأتي اليمن في سلم منخفض جدا في اختبارات التحاليل الخاصة بفيروس كوفي 19 حسب لجنة الإنقاذ الدولية التي قالت إن اليمن أجرت 31 اختبارا فقط لكل مليون شخص وهو ما يشكل قلقا كبيرا كون الاحتياجات لإجراء الفحوصات تزداد بشكل يومي تناقص الدعم المالي بسبب عوائق خلقتها ميليشيا الحوثي يشكل قلقا إضافيا للمنظمات الدولية في مواجهة جائحة كورونا خصوصا مع توقف المساعدات النقدية لبعض برامج الغذاء والإيواء واضطرار أكثر من 70% من البرامج الأممية لإغلاق أبوابها وقد خفض برنامج الغذاء العالمي حصصه إلى النصف بينما تحدثت المفوضية السامية للأمم المتحدة عن إنهاء شراكتها مع منظمات محلية ما يعني ترك أكثر من 1500 موظفة دون حوافز وفق وكالة أسوشيتي دي بريس الدولية توقف برامج التمويل في ظل تفشي كورونا جعل وكالات الإغاثة الدولية تشعر بالقلق من توجه المانحين الدوليين لتخفيض الدعم المالي لليمن وهو ما يعني تقليل الالتزام اتجاه بلد يعيش أسوى أزمة إنسانية في العالم وفق صحة العالمية التي أكدت على أن اليمن يتجه ليصبح الأشد ضعفا بين البلدان الأكثر ضعفا في العالم ترجمة نانسي قنقر